نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار برفع أسعار الدولار الجمركية مؤكدا أنه لا صحة لرفع أسعار الدولار الجمركية وأن المنشرات المتداولة لا أساس لها من الصحة وأنه لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي حتى تقوم وزارة المالية أو مصلحة الجمارك برفعه أو خفضه وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري كل يوم مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية